تدرون أن اللي عنده حالة تضخم يزعل يشوف الآخر ناجح أنا أشرت مرة من المرات إلى أن الحسد تمني زوال النجاح عن الآخرين لكن ما هو السبب التمني؟ أحد سببين السبب الأول لأنه ناقص لأنه عنده فشل فلا يريد أن يرى نجاحا في الآخر لكن أنا ناجح بس هم حسود أنا سعيد هم أعيش حالة الحسد أنا غني هم أعيش حالة الحسد وضع الاقتصاد مميز هم أعيش حالة الحسد ليش؟ لأنه غيري لأني فاقد مو فاقد لا أكو سبب آخر لأنني أريد أن أكون منفردا وحدانيا لا أحد يشاركني في شيء حصر المدح والنجاح والغنى والسعادة في أنا أنا هذه الأنى هي التي نعبر عنها بتضخم الذات وطبعا هذه تهد كيان الإنسان وتدمر طاقة الإنسان الإيجابية يمكن الإنسان يعالجها من خلال رفع الموانئ ومن خلال معرفة الإنسان لنفسه وحقيقته ما هو لكن أريد أنا أشير إلى علاج يتوقف علينا نحن المجتمع كيف نعالج أمثال هؤلاء في المجتمع وظيفة ووظيفتك؟ نحن من نعين على وجود هكذا شخصيات في مجتمعنا نحن من نعين نعين عندما نضع الإنسان في غير موضعه تعال إلى أمر التقديس التقديس الأعمى نخلق من أشخاص ونهيل عليهم حالة القداسة بأنه لا ينتقد طبعا ما تكلم عن المعصومين هؤلاء قدسيتهم قدسية ممن؟ من الله تبارك وتعالى نلقي عليهم حالة صنمية هذا لا ينتقد ولا يلاحظ علي ولا يوجه ولا شيء هذا يبدأ يعيش حالة من التضخم تعال إلى أزمة الألقاب في مجتمعنا أصبحت لقب لا طعم ولا رائحة ولا لون له قمنا إحنا لنعطي الألقاب ونوزع الألقاب لا لقب آية الله اليوم صار لطعم ولا لقب العلامة صار لطعم ولا لقب المفكر صار لطعم ولا لقب المثقف بعد صار لشنو تدرون ليش مالها؟ هالألقاب مالها طعم لأن غير المختص هو من يوزع الألقاب على الناس في إعلانات في برشورات إلى آخره بينما حتى الدكتورة الآن ما لقب ما صار لطعم بعد مخما قاموا يجيبون شهادات مزورة بعد ما صار لطعم هالألقاب أو إنسان يتخرج من جامعة ليست بذاك المستوى ولا مؤهل أن تخرج أصلاً بينما المجتمع المجتمع هو الذي يساهم في خلق أشخاص ذوات متضخمة وإحنا اللي بعدين نبتلي نضخمهم من خلال المواقع التواصل الاجتماعي وإلا بالله عليك إنسان قاعد يتمسخر وقاعد يتحول تصرفاته من تصرفات رجل إلى تصرفات أنثى أنت على أي أساس تعطيه لهيكات بالمئات هذا اللي يشعر حالة من التضخم نحن من نخلق هكذا أشخاص في مجتمعاتنا وتجي تقول شنو العلاج العلاج لو سكت الجاهل لم اختلف الناس لو أنا وإنك عرفنا أن نعطي هؤلاء مقدار حجمهم ولا نفضي عليهم هالة من القرسية وتوزيع اللقب لأننا لا نفهم أنت على أي أساس تعطي لقب آية الله لشخص من أهل الاختصاص خل أهل الحوزة الفطاح للعلماء هم اللي يوزعون الألقاب خل الدكاترة المتخصصين الثقال لدرسه ويوزعوا الألقاب أساساً إحنا عندنا تفاوت في اللقب أنا واحد قال لي قال لي هذا فلان مثقف قلت له شنو معنى الثقافة في ذهنك قال حافظ لك يعني مقالات وروايات قلت لهذه الثقافة عندك الثقافة حفظ أو عندما تصف إنسان أنه مفكر مفكر يعني فقط ينقلك معلومات وأدلة هذا المفكر المفكر إنتاج المفكر هو الذي يعيد صياغة المجتمع المفكر هو الذي يعيد صياغة الفلسفة يعيد صياغة الطب يعيد صياغة الاجتماع هذا هو المفكر مو المفكر اللي يعطيك كم من المعلومات بعضها يفهمها وبعضها ما يفهمها إذن مشكلة تضخم وجود تضخم ذوات في مجتمعاتنا نحن من نخلق هكذا ونرفعهم موسيقى موسيقى موسيقى